في بادرة خطيرة أخرى تسيء إلى رموز العراقي وتوقظ الفتنة الطائفية التي ظن العراقيون أنها تغط في سبات عميق خرج أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة بذكرى مئوية ثورة العشرين لأطرح معلومات مغلوطة ومفبركة عن الشيخ الثائر ظاري المحمود الذي يشهد له القاصي والداني بشجاعته في مواجهة الاحتلال البريطاني قبل مئة عام ليأتي رد حفيد الشيخ ظاري المحمود المزلزل على هذه الإساءة الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الظاري أكد أن تاريخ قبيلة زوبع المعاصر لن يخضع لأهواء الطائفيين أصحاب الأجندات التخريبية التي لا ترجو للعراق الخير وتعمل على تخريب نسيجه الاجتماعي وتسعى لخلق أسباب الاحتراب والكراهية الشيخ جمال الظاري أشار إلى أن الخزعلي استفز بتخرصاته أهل الجنوب قبل أن يستفز أبناء قبيلة زوبع وقال أن هذا دليل واضح على أن العحمة العراقيين عصية على أجندات ريول الأجنبي مبينا أن دماء قبيلة زوبع اختلطت مع دماء كل قبائل العراق ومنها قبائل الجنوب في الثورة الكبرى وجمعت بينها على مدى تاريخ أواصل القرابة والنسب والوطن الواحد والمصير المشترك وهنا لا بد من تسليط الضوء على قيادة ثورة العشرين البارزين وفي طالعتهم الشيخ داري المحمود يكون قدوة للأجيال الحالية والقادمة حيث اشتهر الشيخ داري بمعارضته للاحتلال البريطاني فأثار هذا الرفض حفيظة الضابط البريطاني لجمن الذي يعتبر أهم ضباط لندن وقادتها في العراق وبعد وساطات عشائرية حصل لقاء في الثاني عشر من آب من عام 1920 في خان داري الذي يقع على طريق أبو غريب بغداد ليدخل الطرفان في نقاش حاد انتهى بضربة سيف من الشيخ داري أنهت حياة أشرس ضابط بريطاني وأكثرهم دموية وقسوة لتكون أزوجة هز لندن الضار يبتشاها على لسان كل عراقي حر منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا أحيان الفناحي ترجمة نانسي قنقر